الحقيقة هذه المحاضرة المهمة لأنها راح تفهمك كل المفاقيد الموجودة في مولد التيار المستمر وأيضا ستقدر تحل عليها المسائل إذا فهمتها بشكل بسيط جدا أيضا هذا المخطط راح يساعدنا على حسابات الكفاءة أو الإفيشينسي للمولد دعونا نركز معنا هنا لنفترض أن هذا البداية اللي نبدأ منها اللي هو هنا نعرف إحنا المولد يتم إدخال له قدرة ميكانيكية اليمبوت ميكانيكال باور البي إيمبوت البي إيمبوت هي بالحصان إذا ضربتها بال746 حتتتحول بالواط طيب جميل جدا هذه هي المنطقة الأولى اللي هي منطقة الإيمبوت في عندنا هنا المنطقة الثانية اللي هي منطقة الأرميتشر أو المنتج في الحقيقة قبل ما تنتقل القدرة من أو القدرة الداخلة الميكانيكية وتذهب إلى المنتج جزء منها يفقد في الطريق فما يصلنا إلا قدرة معينة الجزء اللي يفقد في الطريق هو الجزء لنتيجة الميكانيكال اللي هو الاحتكاك والمفاقيد الحديدية اللي شفناها في المحاضرة السابقة عند هذه النقطة احنا نحصل على القدرة الكهربائية البي جي أو القدرة الكهربائية اللي هي القوة الدافعة الكهربائية مضروفة في تيار الأرميتشر أيضا قبل ما نذهب إلى المنطقة الثالثة اللي هي الأوتبوت أو اللود المنطقة الثالثة هنا اللي هي الأوتبوت أو هي النقطة اللي حياخذها اللود الحقيقة في الطريق في عندنا عدة مفاقيد في مفاقيد تروح في الكبر حق الملفات المجال المغناطيسي الار اف مضروف في سكوير مرأة تيار للمجال وأيضا في الكبر حق الويندينج حق الارميتشر مفاقيد القدرة في ملفات المنتج نفسه والمفاقيد اللي ضايع فيه أيضا في الفحمات أو في البراشيس فما يصل لنا إلا ما يسمى القدرة الخارجة والقدرة الخارجة ما هي إلا حاصل ضرب تيار الحمل في جهد الحمل يعني لو حبينا نحسب القدرة اللي موجودة في المنتج في رقم اثنين هذه البي جي هي عبارة عن البي امبوت ناقصا هذا الجزء هذا هو إذن القدرة الكهربائية اللي حتكون على المنتج هي عبارة عن القدرة الميكانيكية اللي دخلناها ناقصا المفاقيد الميكانيكية نتيجة الاحتكاك أو المفاقيد نتيجة الهيسترسلوسيس أو المفاقيد الحديد لو حبينا نعمل حساب للكفاءة فنحن نعرف دايما الإفشينسي هي الاوتبوت باور على الامبوت باور لكن إحنا حقيقة بسبب المخطط هذا حيصير عندنا عدة أنواع من الكفاءات فلو حسبنا أول شيء الكفاءة الميكانيكية أو الميكانيكال إفشينسي الاوتبوت حقها هو هيكون عبارة عن القدرة اللي موجودة هنا هذا الامبوت وهذا القدرة الاوتبوت يعني القدرة الكهربائية اللي هنا هي الاوتبوت بي جي على القدرة الميكانيكية هي الامبوت فالبي اوتبوت حق اللي هي القدرة الكهربائية على البي امبوت ونحن نعرف إنه القدرة في المنتج ما هو إلا القوى الدافع الكهربائية في تيار المنتج تكسيم القدرة حق الميكانيكال مضروبة في 746 عشان يصير توحيد للوحدات يكون فيه فوق واط وتحت واط لأن القدرة الكهربائية بالواط أما القدرة الميكانيكية بالحصان فيتم تحويلها بالضرب في هذا معامل التحويل 746 هذه القدرة الميكانيكية لكن هناك عندنا أيضا قدرة كهربائية القدرة الكهربائية اللي هي هذه الـ input حق القدرة الكهربائية وعفوا الكفاءة الكهربائية وهذه الـ output حق الكفاءة الكهربائية في هذه الحالة الـ electrical efficiency أو الكفاءة الكهربائية حتساوي القدرة الأوتبوت اللي هي القدرة على الحمل VL في IL تكسيم القدرة على المنتج هذه هي القدرة الكهربائية لكن نحن دائما نهتم حقيقة للقدرة الكلية أو اللي هي الكفاءة الكلية الكفاءة الكلية ما هي إلا البي آوت على الحمل تكسيم البي ميكانيكل إلى على الامبوت فالبي آوت على الحمل اللي هو تيار الحمل في جهد الحمل تكسيم القدرة الميكانيكية هذا هو قانون الكفاءة الكلية أو يمكن حساب الكفاءة الكلية من هذه العلاقة إن القدرة الكفاءة الكلية تساوي البي آوت فين هالبي آوت؟ هذه هي حسبناها على الحمل تكسيم البي آوت زايدا المفاقيد وهذه المفاقيد يجب حسابها جميع المفاقيد ونجمعها ثم نكسم القدرتين على بعض ونضربهم في المياه عشان نحصل على النسبة المئوية في المحاضرة القادمة راح نحل مسألة على طريقة حسابات الكفاءة والقدرة باستخدام مخطط سريان